نروح بقى لتفاصيل حلقاتنا النهاردة الأهلي وقع اتفاقية مشروع القرن يمكن ده الحدث الأهم الأسبوع لده بعد التتويب الـ 12 العادي أن أنت لما تبقى متوج ببطولة زي بطولة دوري أبطال أفريقيا أن الأمور تهدى والناس تتكاسل شوية كده ويحصل حلم من الهدوء واحتفال بالبطولة اللي انت خدتها لكن الحقيقة أن ده ما بيحصلش جوه جدران النادي الأهلي أسرع مما احنا متخيلين هما بيفكروا في كل حاجة في وقت واحد أسبوع مليان أحداث لكن أهمها وأجملها اللي شفناه على شاشة قناة النادي الأهلي حفلة تتشين مشروع القرن مشروع القرن ده حلم أي أهلاوي زي ما قال كابتن محمود الخطيب أنه هو يشوف النادي الأهلي بيلعب على استاد الأهلي ده الحلم اللي من زمان قوي ناس كتير جدا اللي لعبت اللي لعب كمان زي كابتن محمود الخطيب على استاد بتتش وهو استاد الأهلي حاسس بالموضوع ده قوي زي ما انتوا شايفين كده احتفالية داخل نادي الأهلي بفرع الجزيرة ما كانش فيها أي غلطة لو جيت تتفرج على كل التفاصيل تتفرج على كل الأحداث ما فيش أي حاجة أهلي الشيخ زايد زي ما حضراتكم شايفين كده كان في أبها وأزها صوره استاد النادي الأهلي ومش بس استاد النادي الأهلي ده مدينة رياضية كاملة متكملة بكل المجتملات بتاعتها مساء يوم الثلاثة الماضي كان حفل كبير في مقر النادي الأهلي بفرع الشيخ زايد والحقيقة زي ما حضراتكم شايفين كده حضور رفيع المستوى ونقلته قناة النادي الأهلي وتم خلاله إعلان توقيع اتفاقية مشروع القرن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب شهد توقيع الاتفاقية الإطارية زي ما يعني التفاصيل تبقى دقيقة في الألفاز اللي بتلقى لمشروع القرن مدينة المدينة الرياضية للنادي الأهلي أو مدينة الأهلي الرياضية بين شركة النادي الأهلي لمنشآت الرياضية وشركة القلعة الحمراء شركة القلعة الحمراء لإدارة المنشآت اللي هتقود تحالف مكون من 15 شركة عالمية وعربية بهدف تمويل وتصميم وإنشاء وتشغيل مدينة الأهل الرياضية هتضم مدينة الأهل الرياضية دي أستاذ النادي الأهل الجديد بالشيخ زايد بساعة 42 ألف مقعد ومتحف النادي الأهلي بالإضافة إلى جمعة النادي الأهل الرياضية ومدرسة وفندق ومستشفى الرياضية لكن أنا عايزة عند كلمة الكابتن محمود الخطيب يعني الراجل تحدث بمنتهى المصدقية وتحدث بشكل من قلبه فعلا وكان فيه تفاصيل مهم جدا أننا نشوفها فأنا تعالوا نشوف جزء من كلمة الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي من حفل مشروع القرن ونرجع نكمل كلامنا تاني هنا أرجو من حضراتكم بقى كمان نرجع لأصل المشكلة اللي وقفت ناس كتير واللي بتوقف كل مشاريع كبيرة جدا بتوقف التمويل إزاي يبقى فيه تمويل هنا كلمت مع شركة الأهل المنشآت الرياضية مجلس إدارة إزاي يختلقوا يعني أفكار ورؤة تمولية مبتكرة ده دورهم مع أدوار أخرى طبعا كثيرة يعني بس المهم في الأدوار دي أن النادي الأهلي ما يتحملش أي أعباء مالية حالية أو مستقبلية أو ديون مستقبلية ده عنوان للموضوع وده الأمر مهم جدا والحمد لله ده تحقق ليه إحنا بنقول كده بنقول كده إن إحنا الحقيقة كمجلس إدارة إحنا المفروض ناخد بالنا من الفرق الرياضية اللي بتخليها النادي الأهلي النهاردة أول نادي في العالم في تحقيق البطولات لازم نصرف ولازم ندعم الفرق الرياضية فمش معقولة كمان النادي الأهلي يطلع من عنده مبالغ مليارات المليارات علشان نبني أستاذ ومن منصرفش الكلام ده في فرقنا الرياضية ما نصرفش الكلام ده لخدمة أعضاءنا أعضاء النادي ما نصرفش الكلام ده في إسعاد جماهيرنا ما نصرفش الكلام ده في التطوير المستمر لكل منشآت النادي وكل فروع النادي وكمان بنبني فروع جديدة الحمد لله رب العالمين فهو ده يعني كان حق الناس وده كمان مهمة الشركة إنها إزاي توصلنا للمنطقة دي إزاي إن إحنا ما نتكلفش حاجة وكمان نستفيد إن شاء الله استفادة كويسة يعني كلمة الكابتن محمود الخطيب فيها نقطة رائعة أولا إن الموضوع مش سهل وبالعكس ده موضوع كبير جدا ولو تفاصيل كتير ومواقف وموافقات من جهات كتير مختلفة لكن الدولة المصرية دايما بتدعم العمل الجاد والعمل الناتج الناجح ومنشأة النادي الأهلي دي مش بس بيستفاد منها النادي الأهلي لكن كمان الدولة والرياضة المصرية بتستفاد منها دي النقطة الأولانية النقطة الثانية هي إن كان الكابتن محمود الخطيب حريص على إن النادي الأهلي لا يتحمل أي أعباء مالية أو ديون سواء دلوقتي أو في المستقبل ودي قمة النزاهة والحرص على مستقبل النادي الأهلي لأن المشروع ده تكلفته هتوصل لـ 12 مليار جنيه وده رقم مش سهل وضخم جدا وبالتالي 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 الأهلي ما ينفعش يتحمل الأعباء المالية دي في ظل متطلبات الفرق الرياضية اللي بيصرف عليها لكن الحقيقة كلام كابتن محمود الخطيب بهذا الشكل الرائع عن مشروع القرن وحلم استاد الأهلي يخلينا نتفائل أننا هنشوف حاجة عظيمة زي ما تعودنا من مجلس إدارة النادي الأهلي من أول ما بدأوا أول ما بدأوا أعمالهم داخل النادي الأهلي ولحد النهاردة